أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى بقناة تحدي اليوم أجينا نهضره على واحد إلا قدرنا نقوله كاريتا سمعتها تصبح وصلتني ويا الله البال حكنا ندرنا فيديو على على السيحة حسن أطلس وعلى المستويات للفساد اللي كيلعب فيها وعلى على التآمر وعلى التكوين دين العصابات الإجرامية المفسدة في مجال القضاء وليوم كانت تفاجأوا على أن طلعوا واحد الخبر ما زال ما مش شعبي ما زال ما ما تطلقش للأخر ولكن في الكواليس بين الناس للأخر مسؤولة الكسديب اللي هادسي حسن غاد يتعين المستشار للردل طيفوهبي وزير العدل السيوهبي اللي احتوى عامر فساد وعامر مشاكل زاد داري الدفد المفسدين وداري الدفد الإجرام كأنه في هاد الدولة هاد مبقوش كي يعتبره الشعب أعتبركم مئتين يعني هم را داروكم في قبور ورا كي يقرأ عليكم مرة مرة ما يتسر من الدكر الحاكيم وقال لك سيدي هذا البلاد هادسي كل ما كنتي مفسد كل ما كنتي كيت تعطوك جوائز رغم أن هذا السيد هذا حسن أطلس راح تخلى عليها المالك مؤخرا فاشسلة المهمة دياله ففي سلك القضاء أو اللي في سلك المجلس الأعلى للقضاء ما يجددوش ليه وما يستقبلوش بش يشكروا حط صور دياله ومشي بحاله بحاله بحال الكلب علاش حيث واحدة سمية دياله وطلعت واحدة المجموعة ديال الناس وقضية ديال التجار الدولي للمخديرات زائد المشاكل وزائد الهضراء اللي كتطلع عليها من محطة ديالنا ولا محطة خرى فالدولة عارفة أو لا القصر عارف هتسيد شنو كي سوى ولكن علاش هتسيد من بعد ما تحيدت الحماية القضائية اللي كانت عنده يعني أريان ولا مشاك يقلب في جهات خرى لأنه يوفر الحماية وأقرب واحد كي يعطيه الحماية هو عبدالطيفوهبي طبعا مباركة فؤاد الهم بش يجيدو يستمرو في معارضات الأوامر الملكية نجمع الصورة ونفهم هذا المنظومة كيفاش أن نجمع ذاك اللغز أو ذاك البازل باش نفهم كيفاش الملك بده كيف يفقد السيطرة دياله على الدولة وأنه أشخاص بحال الوهبي وبحال فؤاد الهمة أو يتحكموا في مفاصل الدولة كيف يبغى وكيف يديرو اللي يبغى كيفاش هاداك حي دوم القاضاء أو لما بقاش تجدلو وانتا قد تجيبوه وتحطه مستشار في وزارة العادل وقال لك سيدي ولا عضو في الأصلة والمعاصرة وغضي يتقدم الانتخابات وغضي تقول تقدو تشوفوه احتوى رئيس الحكومة ممكن كل شي ممكن كل شي ممكن فهذا ما خنوش ضرب 17 مليار ولا رئيس حكومة هذا ما عادي ترتوي ولا رئيس حكومة ولا ولا يكون وهبي رئيس حكومة هو النائب ديالو عارت يا رأي شي حويج غريبة كتوقع في المغرب وكسيم بالله شي حويج لا يتقبله العقل بعض المرات أنا كنقول يا رب نكون كنحلم يجي شي واحد مولادي فيه قني يقول لي نوض فقه الشريف فقه صباح الخير كيف وجد حزب معاصرة الأصلة والمعاصرة كيف يحتضنه مفسيد بحل هذا السيد هذا يعني أن هذا الحزب شنو مأوى المفسيدين ومأوى المجرمين بحل البلاد لا يوجد أطور بحل البلاد لا يوجد أطور بحل البلاد لا يوجد أطور التي تستطيع تقوم بها مستشارين لك أو هبي أنتم في المشت مفسيد من درجة فارس تحاولون تضرره عندكم وتضعه معكم في المجموعة كيف تقوى وتقهر هذا الشعب حيث تعرف حسن أطلس عندهم أخطبوط ومع الدراس ينزل عليه يعني بحل هذا الحسن ستضع بحل صوت تضرب به الحمير حيث أنتم أخطبوط الناس الذين يقولون أخطبوط يطلق الكلاب ومعلم ما يريد وفقش ما يريد هذه سياسة الدولة المغربية العميقة الجديدة فإلى أين نريد أن نتوصل بغير ما يريد أن نفهم نريد أن نتوصل كل ما يوجد في البلاد يجب أن أن تقبط و تحدي سافر للمغاربة للمغربية ماذا تريد أن تصل إلى الهدف هذا كل ماذا تريد تريد أن تخرج لها تحدي ونضر ما تريد ونصر ما تريد ونصف إلى ما تريد وفق ما تريد ويصبح وعلم ماذا تريد أو ماذا تريد أو ماذا تريد أن نضع أصوص جديدة لها ورسوم جديد يعني ربي أعطاه أحد السيد لترجع لترجع الطريق أو أعرف ما هي الطريق أو لا أعود نطرح السؤال مرة أخرى هل هناك عقلاء في ذلك البلاد؟ هل هناك ناس بغين يتفادوا الطورة لأن أقسم لكم يميناً للطورة على الأبواب؟ الطورة مبعدة نحن نحن لا نريد أن البلاد تصل إلى شيء مواصل مهيش حيث المغربة لا بدأت فيها سوريا سالت في المغربة سالت أن تبارك الله الأطمع كثيرا والأعداء هم أحدكم بيناتكم غير حدود قليلة ثم هؤلاء تحتراهم عوالين على المنفصال ريافة على سبب ومازال شدين فيكم شدين فيكم الحسيفة حراكة الريف سبانيا عزازين عليها وأمريكا والله العقلة عليكم لا هي ولا إسرائيل لكي نكونوا واضحين الله العقلة عليكم شيء واحد هؤلاء 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 يزيدون تقفلون هؤلاء 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 سيئسين في مغربة وطابة يومكم